نتكلم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمور دي كل가 قد تكون غيبة عن البعض نريد أن نحط لها الإطار الشرعي والإطار الرسمي كي تصل محبتنا إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه في الحقيقة شهر ربيع الأول بيأتي بخيراته ونفحاته وبأنواره وكذلك بنتدارس فيها سيرة خير البرية شأن رسوله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم وقدره كريم فهو أفضل الأولين والآخرين صاحب الشفاعة العظمى في يوم الدين صاحب المقام المحمود واللواء المعقود آدم فمدونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر وأول من يدخل الجنة قال في كما في صحيح مسلم آتي باب الجنة فأستفتحه فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لي أحد قبلك صلى الله عليه وسلم جاءنا بالخير الكثير الفلاح والسعادة والنجاة والأمن والأمان كله جاء عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الذي جاءنا بهذا الخير وبهذه السعادة وبهذا الفوز العظيم وبالأمن والأمان والسلام والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة لا بد أن نقابل هذا الإحسان بإحسان كما قال ربنا هالجزاء الإحساني إلا الإحسان فكان من مقابل ذلك أن نحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وفريضة شرعية وعبادة لله رب العالمين وهذه المحبة بتقتضي الإنقياد والرضى والتسليم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم البداية هذه المحبة ليست مستحبة وليست نافلة إنما هي فريضة وأصل من أصول الإيمان الذي نؤمن به برب العالمين يعني من أصول إيماننا إن إحنا نحب النفس على صلى الله عليه وسلم مش محبة النبي فقط بل تقديم محبة النبي على محبة النفس فما دونها يعني نحب النبي أكثر من حبنا لأنفسنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وعقاراتنا وأموالنا وكل شيء في الدنيا إن فيه الحب الأعلى حب الله وحب رسوله حب الأوسط اللي هو حب الوالدين والأبناء والزوجة والأحباب وهكذا فهذا الحب لابد أن يكون منهجا عملية لإن رب العالمين هو الذي نص على ذلك قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بهم في المحبة أولى بهم في النصرة يعني نقدم محبة النبي على محبة النفس نقدم نصرة النبي على نصرة النفس ورب العالمين فصل كذلك بين من يقدم محبة النبي وبين من يؤخر محبة النبي قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين شوفوا أستاذي ربنا ذكر يعني هؤلاء من الفاسقين من هم بأه إذا قدموا ما ذكر على ما ذكر كل ذلك على حب الله ورسوله إذا قدموا محبة النفس والأباء والأمهات والأولاد والزوجات والأقارب والأموال والعقارات والمصانع والشركات على حب الله وعلى حب رسوله وعلى حب نصرة هذا الدين فهذا من الفاسقين طيب دليل كمال الإيمان أن نقدم محبة النبي على محبة النفس في مدونة على كل شيء في الدنيا دي على التجارات والعقارات والأموال والأقارب والزوجات والوالدين والأبناء على كل شيء ترجمة ولنا إزاي نترجمها عمليا في عصرنا هذا مهربين قال فتربصوا اللي هيقدم حب النفس على حب النبي صلى الله عليه وسلم هيقدم حب الأموال والمصانع والشركات على حب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حكتين الأول فتربصوا يعني انتظروا بعقاب من الله عز وجل في أي شيء محددش بقى في المال في الأولاد في الصحة في العقل في الأراضي في القلوب في الموت بس ممكن حد دلوقتي تكون لهيات دنيا واخداع لكن هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا طلب منه شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أمر النبي على هوى النفس يقدم أمر النبي ومان أتكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهه النبي أمرنا بشيء والنفس بتهوى شيء تاني لا حب النبي مقدم يعني ده جزء من محبة النبي ده من أصل من أصول محبة النفس على صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة